أميرة في الخطاب القرآني وفي الخطاب النبوي كمان فكرة التمييز لا يوجد تمييز ما بين الرجل والمرأة وده كمان يعني بيسد الفجوة الخاصة ببعض الشبهات اللي بيوثرها بعض الأصوات عن الإسلام إنه فيه تمييز ما بين الرجل والمرأة ما فيش تمييز هو يمكن حكيت وضحانا أكتر إنه سواء في الخطاب القرآني أو في الخطاب النبوي أو حتى فيه مراحل تاريخية للإسلام كانت المرأة تقف جنبا إلى جنب ولدينا قصص كثيرة جدا في المعارك وفي الحروب وغيرها المرأة كانت بتتقدم الصفوف نعم يمكن يعني أول ملف بعد مسألة تصحيح المفاهيم اللي الإسلام تطرق لي إنه يعطيها بقى الحقوق وجيه في السنة النبوية النساء الشقائق الرجال فده يعني ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فإذا لما ييجي التشريع الخطاب واضح وصريح أو إحدى ممتلكاتي اللي بعد كده ولاده أو ورسته ييجوا يقولوا لها طيب هتفتدي نفسك بقد إيه من المال ولا تتجاوزي فلان يعني ده كل ده الإسلام نظمه تماما وأنزل قرآن فيه يا أيها الذين أمانوا لا يحلوا لكم أن ترسوا النساء كرها يعني ده بشكل صريح لو رحنا بقى على تمكين المرأة نفسه من حقها المالي ده بقى إذا كانت هي نفسها كانت تورس لا إسلام بقى إدها حاجة تانية هي الحق المالي إنها لها دم مالية مستقلة يعني ببساطة كده الفلوس بتاعتها بتاعتها يعني ده الإنسان الذي لا يملك كوته لا يعرف يجيب فلوس ولا يعرف يتحكم فيها ولا يملك شيء لكن الإسلام لما قال المرأة إدها الحق ده كامل وقال إن هي لها دمتها المالية المستقلة الفلوس بتاعتها بتاعتها من حقها تملكها تأجرها توهبها لأي حد وما ينفعش أي حد ياخد منها أي شيء من هذه الأموال إلا بطيب نفسها يعني ده مرتبة أعلى من الموافقة ومين المخاطب بقى باستشعار طيب النفس؟ الرجل اللي هيقولها الديني وبعدين عم تفرج الديني دلوقتي وبعدين نبقى نشوف الحكاية دي لا ده الإسلام موجه له هو الكلام هو اللي يستشعر طيب النفس فقال فإن طبنا لكم اللي هم مين للرجال عن شيء منه نفسا فقولوه هاني أمري طيب لو قالت له أنا مش عايزة تديك والفلوس دي بتاعتي وحقي يبقى العلاقة انتقلت فورا لعلاقة دائن ومدين يا أيها الذين أمانوا إذا تدينتم بديني إلى أجل مسمى فاكتبوه خدت منها حاجة بدون رضاها أو بدون إذنها أو هي مش هتدهلك بطيب نفس يبقى تكتب لها نصبها في الحاجة دي ده قمة الضمانة لحقوق المرأة المادية ابتداء يعني